انتهت أعمال الإنشاء بنسبة 100% في مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا في محافظة سهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويتكون المشروع من ثلاثة طوابق حيث يوجد في الدور الأرضي مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بينما يحتوي الدور الأول على سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وبريد أما الدور الثالث فيوجد فيه وحدة محلية ومجلس محلي ووحدة تضامن اجتماعية اشتركوا في القناة